ده الجزء الرابع اللي بنتعلم فيه سوا زمن الماضي البسيط في الجزء الأول عرفنا كيفية الاستخدام لزمن الماضي البسيط وفي الجزء الثاني عرفنا طريقة التكوين في الجزء الثالث اتكلمنا عن الأفعال الشاذة وعرفنا يعني ايه أفعال شاذة وفي الجزء ده هنتكلم عن النفي لو انا قلت انا شفتم مونة مبارح طب لو انا بقى عايز اقول انا ما شفتش مونة مبارح يا طرح هنقولها ازاي عشان ننفي اي جملة في الماضي هنضيف did not plus the simple form of the verb اللي هو المصدر أو the infinitive ويبقى عشان ننفي الجملة اللي عندنا هنقول I did not see مونة يستردي I did not see مونة يستردي يعني انا ما شفتش مونة مبارح طيب لو قلت I called heba last night I called heba last night انا اتصلت على heba الليلة اللي فاتت لو عايز اقام في الجملة دي هنعمل ايه يا ترى سمع ولد شطور بيقول بسيطة يا مسغنو هنقول I did not called heba last night صح كده لا طبعا مش صح ليه عشان احنا قلنا ان بعد dead not بيجي المصدر الامفندب وانتا قلت called لكن هي هتكون call من غير ال-ed والجملة كلها هتكون I did not call heba last night I did not call heba last night انا ما اتصلتش بهبا الليلة اللي فاتت يا رب بهبا ما تكونش زعلنا مني عشان هي كانت مستنيانة اتصل عليها طيب يا ترى did not نقدر نختصرها نقدر نعملها contraction oh فعلا بدل ما كل مرة نقول did not did not ممكن نختصرها على طول did not طيب عملنا ايه علشان نختصر نعمل contraction ده ازاي كل اللي بنعمله ان انا بنحذف حرف ال-o في كلمة not وحطينا مكانه apostrophe وضمينا الكلمتين على بعض وبتتنطق didn't يلا بينا يا حلوين ننفي مع بعض الجملة دي كمان we played tennis last month we played tennis last month احنا لعبنا تنس الشهر اللي فات هنعمل ايه ترى علشان ننفي الجملة دي هنضيف didn't زائد المصدر وهنقول we didn't apply tennis last month we didn't apply tennis last month احنا ملعبناش تنس الشهر اللي فات وافتكر دايما ان بعد did او didn't بيجي المصدر فاكريني حلوين في الجزء اللي فات لما مستر محمد قال she did a cart wheel she did a cart wheel هي عملت حركة العجلة لما قلنا ان did فعلة اساسي main verb مش فعلة مساعد طيب لو عايزين ننفي جملة زي دي هنعمل ايه؟ ما فيش اي حاجة هتختلف برضو هنضيف didn't وهنستخدم بعدها المصدر للفعل اللي موجود عندنا احنا عارفين ان المصدر بتاع did هو do وكده هتكون الجملة she didn't do a cart wheel she didn't do a cart wheel هي ما عملتش حركة العجلة يبقى فتكر كمان لما بيكون did فعلة اساسي في الجملة بيكون انها في didn't do didn't do طيب لو عندنا جملة زي دي he was smart he was smart عشان ننفي جملة زي دي هنعمل ايه يا ترى؟ سمع حد بيقول يوو يامي سنزائت من كتر التكرار طيب مهلش ممكن ما تقفلش الفيديو تنفي معايا الجملة دي؟ هتقوللي هنضيف didn't زائد المصدر والجملة هتكون هي didn't is smart طبعا النفي بالطريقة دي مش ممكن يحصل ابدا هتسألني ليه يا ميس غنوة؟ ما انتلي لسه ايلا اننا بنضيف didn't زائد المصدر هرد عليك وقولك كلامك مصبوط جدا وينطبق على كل الافعال ما عادى الverb to be لان الverb مش بيحتاج اي حاجة معايا عشان تم في الجملة امال بنعمل ايه؟ بنضيف not بعد الverb مباشرة وهنقول he was not smart he was not smart تقدروا ترجعوا للحلقة التاسعة من حلقات تكوين الجملة موجود فيها النفي بتاع الbe verb بالتفصيل وكمان الاختصارات يبقى didn't زائد المصدر بتنفع مع كل الافعال الا الbe verb احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الفعل في الماضي بيكون ليه شكل واحد مع كل الضمائر لكن الbe verb بيكون ليه شكلين ya was ya where على حسب الضمير كمان في النفي اي فعل بيحتاج لdidn't لكن الbe verb مش بيحتاج اي حاجة تانية معاه بنعمل ايه عشان ننفي؟ بنضيف not بعد الbe verb على طول طيب لو قلتلك I had a car I had a car انا كان عندي عربية لو عايزين ننفي الجملة دي برضو هنستخدم didn't زائد المصدر المصدر بتاع had هو have وهنقول I didn't have a car I didn't have a car انا ما كانش عندي عربية طيب قبل ما نبتدي نحل الاسئلة عايز اقول لك حاجة لو قلت A trend yesterday الدنيا مطرت مبارح ممكن اعبر عن الجملة دي بشكل تاني ازاي؟ ممكن اقول It did rain yesterday It did rain yesterday الجملتين ليهم نفس المعنى لكن الجملة التانية مؤكدة يعني ايه مؤكدة؟ يعني مثلا لو انت وصحبك وانت قلت لصحبك الدنيا مطرت مبارح صحبك قال لك ازاي؟ هي ممطرتش مبارح ولا حاجة انت هترد عليه وتقول له It did rain yesterday كأنك بتحلف وتقول له والله الدنيا مطرت مبارح والطريقة دي بنستخدمها لو عايزين نأكد اي جملة في الماضي لكن الطريقة دي مش هنستخدمها طول الوقت هنستخدمها بس لما بيكون الامر محتاج لتأكيد شيء معين تعالوا بقى نقول ملخص سريع للحاجات المهمة اللي قلناها في الحلقة دي ونحل كم سؤال مع بعض اول حاجة عشان ننفي جملة في الماضي بنضيف did not زائد المصدر و did not ممكن نختصرها ل didn't وعشان ننفي ال be verb مش بنحتاج didn't على عكس كل الافعال لكن النفي بتاعه بيكون was not أو were not وده طبعا في الماضي وعشان نأكد اي جملة بنستخدم did زائد المصدر وخدنا مثال على ده تعالوا بينا نحل السؤال ده هو عبارة عن choose he not anything last night وبين الاقواس doesn't eat didn't eat didn't eat ياريت نوقف الفيديو مع كل سؤال ونجاوب بنفسنا وبعدين نرجع تاني نشوف الايجابة طبعا واضح جدا اننا بنتكلم في الماضي وده عرفنا من خلال كلمة last night الليلة اللي فاتت عشان كده الاختيار الاول مش هينفع لانه في زمن المضارع واحنا بنتكلم في الماضي وكمان احنا قلنا اننا بنستخدم في النفي didn't زائد المصدر والمصدر هو eat مش eat عشان كده didn't eat هي الاجابة الصحيحة سؤال كمان I didn't نقط the dishes I didn't نقط the dishes cleaned washed do احنا عارفين انه في النفي بيجي didn't زائد المصدر وبالتالي cleaned washed مش هينفعه والاجابة الصحيحة هتكون I didn't do the dishes I didn't do the dishes لما بقول I did the dishes يعني انا غسلت الاطباق وده تعبير بيتقال زي ما هو كده مش بيترجم ترجمة حرفية I didn't do the dishes انا ما غسلتش الاطباق تعالوا نشوف سؤال كمان you not in school yesterday you not in school yesterday went wasn't weren't طبعا من غير ما نفكر كتير الاجابة هي weren't فكر كويس وانت هتعرف ليه اخترنا الاجابة دي ودلوقتي هسيبك مع الاسئلة اللي هتحلها بنفسك وتكتب الاجابة في التعليقات وما تنساش الاشتراك لو دي اول مرة ليك في القناة كان معاكم محمد سلام وغن وحسن من قناة متات التعليم ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر